بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله استكمل عرض styles المختلفة من CNC turning center وبنعرض Single Spindle Vertical وبنشوف هذا النوع بيتميز بإيه نشوف المكونات بتاعته الأول الكمبونتر بيتكوان منها فهنجد عندنا وعندنا الطرط هنا Front View of the Machine نحن نقوم بإليفاشن فهنجد أن هنا عندنا Spindle الشغلانة بتبقى فيه Vertical دي فيها ميزة حلوة أو إنه هو بيقول لي في هذا النوع من المachines بنقدر يقولك this kind of turn is popular with very large heavy work piece تعرف إن في بعض الأحيان بيبقى فيه police بيبقى حجمها ضخ وفيه تروس بيبقى حجمها ضخ ففي هذه الحالة أنا أستطيع أني أنا أشغل أعمل pulley أو أفتح أعيز أفتح key weight أعيز أعمل finishing surface أعيز أعمل الأجزاء المختلفة المختلفة اللي حجمها كبير هذه المachines بتفيدني جداً في هذا الشغل بيقولك كمان في ميزة the work piece weight helps hold it in a place in the work holding device الوزن الكبير ده برضو بيخدم في حاجة فينه بيخدمي فين أنا أستطيع أن أنا أثبت به الشغلانة وأضمن أن cutting force اللي هطأه على الشغلانة مش هتضمر لي أو مش هتعمل أي حركة للwork piece أثناء وهما هي مثبتة على الشاكر طيب ما هي الأجزيز اللي بتتحرك فيها هذه هذا الstyle اللي هو single vertical style اللي عندي برضو هما اتنين يا شباب زي ما اتفقنا من الأول اللي هوما ال x-axis و z-axis x-axis في كل الأنواع نشوف vertical horizontal x-axis is controlling the damage صراحو تشوف ال x-axis بيتحرك فين towards the axis of the work piece يبقى أو away from the axis of the work piece وعندي ال x- وعندي ال x-plus طيب z-axis control إيه اللي آه z-axis control the length وعندي برضو z-minus يبقى toward the chakar أو away from the chakar يبقى عندي ايه z-plus بعد كده بيقول ايه عايز اوضح لك برضو كما تدساش ان x is controlling the diameter و z controlling the length ترجمة نانسي قنعه